اشتركوا في القناة 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 للتحول من النظام القطاع العام إلى القطاع الخاص وهذا تجربة أيضا إحنا مرينا بها في مصر وما زلنا بنتحرك فيها عشان نحول الاقتصاد إلى اقتصاد حر إحنا برضو مهتمين بهذا الأمر لتبادل الخبرات في هذا المجال وأيضا تشجيع المستثمرين على التحرك في هذا المجال تحدثت أيضا مع فخامة الرئيس على المستوى الدولي والقر على سبيل المثال والقضايا التي تجعل منطقتنا وقارتنا الأفريقية ومية استعادة الاستقرار واستعادة السلام في الدول التي تعاني زي ما ذكر فخامة الرئيس وزي ما بنأكد هنا سواء كان في دول زي السومال أو الكونغو أو دول الساحل والصحراء وليبيا ويمكن أخيرا السودان والتفاعل على أن أهمية أننا مهمة جدا جدا أننا نبذل كل الجهد ونسى جهدنا من أجل استعادة الاستقرار وأيضا إعطاء رسالة لهذه الدول وإحنا بنتكلم على السودان تحديدا لأن هذا آخر مشكلة تفجرت خلال الثمان أسابيع اللي فاتوا أهمية يعني إيقاف إطلاق النار ودخول في تفاوض لإنهاء هذا الصراع اللي احنا بنقول في مصر يمكن خلال يعني كم أسبوع دول احنا بنتكلم في 200 ألف دلوقتي مش كده 200 ألف أكتر من 200 ألف من أشقاءنا السودانيين نزحوا إلى الحديد المصرية وده أمر طبعا أنه يجمع عن السراع وهو احنا شفنا ده أيضا وتأثرنا بها أنا أتكلم هنا على مصر تحديدا وبرضو لما الأزمة في ليبيا خلال العشر سنين اللي فاتوا كان برضو كان لها تأثير وبالتالي التجربة بتقول أن استعادة الاستقرار والسلام أهم تحرك ممكن يتحرك فيه سويا وعلى مستوى القارة وعلى مستوى الجامعة العربية من أجل إنهاء هذه الأزمة في أسعى وقت ومن هنا أنا يمكن يعني مع أخي فخامة الرئيس بيبقى بنوجه مرة وبنجدد مرة تانية ندائنا إلى أشقائنا في السودان لأهمية يعني إيقاف إطلاق النار وعشان اللجوء إلى الحوار حقنا لدماء الأشقاء في السودان تحدثنا أيضا على القضية قضية سد النهضة وأنا هيا بسجل لفخامة الرئيس إن إحنا كنا دايما بنتعامل في هذه القضية بمبادئ الحوار والتفاهم والتفاوض ويمكن بأننا عشر سنوات مع أشقائنا في السودان والصمار بنتكلم وبنتفاوض من أجل إيجاد إحنا بنتكلم على اتفاقية قانونية ملزمة بشأن ملء وتشغيل السد تبقى للأعراف والقانوني الدولية وليست يعني ملناش فيها مطالب خاصة متفاهمين التنمية لأشقائنا في السودان في أسوبيا عفواً ولكن بنقول إن إحنا المية بالنسبة لنا لأنه ده المصدر الوحيد على مدار ألاف السنين كان هو المصدر الوحيد للمية في مصر يمكن كتير من أشقائنا هنا حتى في أن قلنا ما عرفوش إنه هو إن مصر أكتر من تسعين في المية منها أرض صحراوية وهو فقط المية الجزء المحازي لضفاتي نهر النيل إيه دي فقط الجزء اللي هو يعني بينزرع وبيتم استثماره باستفادة منه مش هاز أطير عليكم تحدثنا أيضا زي ما فقمت الرئيس تكلم على أهمية إن إحنا إيجاد حل للأزمة الروسية والأوكرونية تحسبا من تدعياتها على الأمن والسلام في العالم ويمكن يعني إحنا على مستوى القرى الأفريقية خلال الأيام والأسابيع القرية القادمة لنا تحرك وأتمنى أن هذا المسعى يحقق الهدف منه مرة تانية أنا بشكر فقمت الرئيس على دعوته في 2025 وبهني من دلوقتي على الاحتفال بمرور 50 سنة على استقلال دولة أنجولا مرة تانية أنا حب أسعيق جدا لنا ألتقي وأستقبل فقمت الرئيس في مصر حتى نستطيع أن نقدم يعني جزء يسير من حفاوت للإستقبال وكارم الدائفة لنا قابلنا بي شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا